رجحت البحثة الأسرية الأسبانية من جامعة برشلونة ومعهد الشرق الأدنى القديم في الكشف عن عدد من المقابر تعود للعصرين البطلمي والروماني وعدد من المميوات من العصر الروماني وذلك خلال أعمال حفائلها بمنطقة البهنسة الأسرية بمحافظة ألمانيا المقابرة التي تم اكتشافها من العصر الروماني تم العصور عليها في الناحية الشرقية من الجبان العليا بالبهنسة وهي مقابر زيت نمط جديد من الدفن حيث تتكون من حفرة محفورة في الصخر الطبيعي في بطن الأرض كما تم العصور لأول مرة في البهنسة على تمثيل التراكوتا تصور المعبودة إزيز أفروديت وهي تضع على رأسها إكليل نباتي يعلوه تاج الأمر الذي يشيئ لأن المنطقة لا تزال تبوح عن العديد من الأسرار وطرز الدفت بها خلال العصور المختلفة البعثة عصرت أيضا على أجزاء من البرد داخل ختم من الطين بالإضافة إلى عدد كبير من المبيوات الملفوفة بلافائف ملونة غط يواجه بعض منها بأقناعة جنائزية مزهبة وملونة كما عصرة بداخل فم سنين منها على لسان من الزهب وهي شعيرة معروفة من العصر الروماني في البهنسة الحفاظ على المتوفي والتصميم المعماري للمقابر في هذا الموقع عبارة عن بئر من الحجر ينتهي بباب مغلق بالطوب اللبن يؤدي إلى حفرة كبيرة عسرة بداخلها على مجموعة من التوابيت الفارغة وأخرى مغلقة بداخلها مميوات مغطاب الكرتوناج ملون وتم العصور على 23 ممياء محنطة خارج التوابيت وأربعة توابيت ذات شكل آدمي يوجد بداخل أحدهما مميواتين وقنينات عطور نزرية صغيرة دكتور حسان عامر أستاذ الأصار بكلية الأصار جمعة القهرة ومدير حفائر البعثة قال أن البعثة نجحت كذلك في الكشف عن عدد من الكتة الحجرية التي تعود لمبنى مهدم زينة عدد كبير منها برسومات نباتية وعناقيد من العنب ومجموعات من الحيوانات والطيور مثل الحمام وسعبين كبرى